السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء متابعي قناة خدوتيب مرحبا لكم معنا فيديو جديد كنتمنى أن تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة فيديو جديد إن شاء الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله أصدقائك كما اشتفي العنوان طريقة طلب درع اليوتيوب الطريقة الصحيحة لطلب درع اليوتيوب وبدون أخطاء لأن طلب الدرع مرحلة هاسمة أي واحد كيوصلها بعد صعوبة وصعوبة كبيرة فهذا الفيديو سنشرح لكم من القناة ديالي بعدما تجاوزت مئة ألف مشترك وجاتني الرسالة ديال طلب الجائزة الجميلة الرائعة وهي الدرع الفيدي فهذا الفيديو سنوريكم أسهل طريقة وفي الفيديو القادم إن شاء الله رحمة رحمة سنوريكم طريقة أخرى مثلا لي ما وصلتش الرسالة ديال طلب الجائزة وفي فيديو آخر عود كذلك سنعطيكم شروط طلب جائزة اليوتيوب أو لا الدرع الفيدي سواء الدرع الفيدي أو الدرع الذهبي وان شاء الله رحمن الرحيم ستعطيكم احتى الطريقة لتبعوا الدرع حتى يوصلكم الى البنزل بما اصدقاء تبعوا الفيديو الى النهاية دعوا لايك الفيديو وتعليق محفيز اول حاجة اصدقاء انني بعد من جاوز مئات الف مشترك خاصني ننتظر باش انه توصلني الرسالة ديال طالب الجائزة بزاف ناس كيتسرعو وما كيعرفوش شحال ديالوقت مش غادي يطلبوا الجائزة انا عن تجربة استخسيه. في هذه القائمة. لانني ان شاء الله رحيم هندي لها قائمة خاصة. بطلب الدرع. لان ما عايز نشرحوش فيغها فيديو عدي افضع هذه الفيديوهات. اه ان شاء الله رحيم نلت لكم هنأطيكم تجريبه جيلية كاملة انا الدرع وصلي. ولكن ضروري هندي لكم من البداية. كيفاش اطلبه دراع اليوتوب. الدرع اصدقائي. بعد ما كملت امية الف. انتظرت تمانية ايام في التمامي والكمان. يعني تمني ايام. من بعد منها. كرتهر له. رسالة كما كنت تهدو اصدقاء في الشاشة ها هي هنا وصلت اه مئة الف وسبعمية واثنين وستين. بعد من الاصدقاء هاي الرسالة بالازرق تبوك تهانينا لقد استوفيت شروط الاهلية لنيل جائزة من جوائز صناع المحتوى يجب اولا نسخ رمز استلام جائزة والاحتفاظ به ليكون متناولك ثم نقل على طلب الاستلام او لا استلام جائزة لاستلامها او لا طريقة اخرى كنمشي للرسائل كالقريسة لجتنين الايميل دي القناة مرحبا خليدوتي بتهانينا اه تكررنا جهودك بالنجاح وانت الان من المؤهلين للحصول على جائزة منشئ المحتوى ليس من السهل تحقيق هذا الانجاث لذلك هو امر يدعو للفخر يمكنك الحصول على جائزتك وبدأ الاحتفال بها باتباع الخطوات التالية الانتقال الى الموقع او ادخال الرمز مهم هديya الامر اصدقاء هدينكوبيو الرمز من هنا او لا كما ك tentang يمكنكم لينا انكوبيوه من السوديو يوتيوب بعد ما هنكوبيوه الرمز اصدقاء غادي نكليكيو على التالي او لطلب استلام الجائزة هدينكليكيو على طلب استلام الجائزة وبعد منا اصدقاء تبعوا المراحل الامر خطوا بخطوة هنا أطلع ليا الرسالة عندي هنا يا يمكن لي نبدله باللغة العربية باش نطلبوه بسهولة لانا اللغة العربية. احنا عرب كلناك نفهم اللغة العربية. بس تفهم المفردات كاملة. هنكليك الى انجليش ما ورجح العربية. هنك يوقع استعد للاحتفال تهانينا لتحقيق احدى مراحل جوائز مبدعي يوتيوب. نود الاحتفال بك والتعرف على الجد الكبير الذي بدأته لانشاء بدلته لانشاء محتوى رائع وتنمية قناتك ومجتمعك لتحصل لجائزتك. قم بانخال الكود الاسترداد الخاص بك. ميم. اشي كامل اصدقاء. يمكن اللي كنت تقرأوا من بعد. هنا عدي ادخل رمز الاسترداد. هنا يرجع ملاحظات انه يمكن استرداد كل كود مرة واحدة. هاد الكود استلام غانستعملو انا. انا مريد ان عود مرة اخرى ما غادش يخدم لي هاد الكود. غادي نكوب يا اصدقاء هاد الكود هنا. ومن بعد غادي ندير طلب الجائزة. يعني الامر بسيط لا يتطلبه بضع ثواني فقط انا لغسطني نعمر المعلومات بشكل صحيح. غادي نكليك يا اصدقاء على طلب الجائزة. هناك يقول لك الجائزة الفضي اللي منشي المحتوى. ها هو شكل الدرع. هنا يا. ها هو لم يغيتي تدوز لفريشات. شوف الدرع اللي غادي يجيك. هاد الدرع الفضي. شحاله حنا كنت سنة واصدقاء. شحاله ما هنا كنت سنة. مهم. هاد هو الشكل ديالو. مهم. هاد هو الشكل ديالو اصدقاء. هنا كتصفح الشكل كيف ما بغيت. وبعد منها مباشرة كمشي هنا اسم القناة على يوتوب. هناك تختار الاسم اللي بغيتي. انا بقعنا ديال اسم ديالة خاليدو. خاليدو بغيت ندير خاليدو بغيت ندير اسم ديالي بغيت نختار اي اسم. هنا انفو كنكتب هنا. ها هو كي تكتب ليك يعطيوني النموذج كيفاش غادي يكون ها هو تيقول لك. يعني خاليدو تيب فور باسين مئة الف سيبسكرايب. هنا عندي الرمز الديال اليوتيوب. يعني ها كيفاش غادي يجي الاسم ديالي في الدرع. وبعد منها اصدقاء ما كانت اكد تخصني ضروري تأكد. لانه لما تأكدش مني غادي رجع نصلح. هادي صعب عليا باش انا نصلح. هنا كي يقولك يرجى مراجعة اختياراتك بعناية. بمجرد تقديم طلبك لن يكون من الممكن تغيير اي عناصر. هذا المنتج مخصص وغير مؤهل للالغاء او الارجاع. يرجى التأكد من توفير اسم القناة الخاص بك. وليس عنوان اليو ار ايل. عندك شي واحد يدير العنوان اليو ار ايلونا. هنا اسم القناة. اسم شهرة القناة. هنا كندير الموافقة والخروج. وكنكمل. هنا اصدقاء تقولك بمجرد تقديم طلب لن يكون من الممكن تغيير اي عناصر. يعني تيأكدوا عليك. وكندير يعني المتابعة. ومن بعد كيعطيوني انني انعمر المعلومات الشخصية. المعلومات الشخصية اصدقاء حقيقية. لانك جخصك تستلمو بالبطاقة الوطنية ديالك. هنا عندي عنوان البريد الالكتروني. من الافضل نديرو عنوان القناة. لانهم غادي رسلو لي وحد الرنز باش انني انتبع اه الشحن ديال الدرح ديالي في نوصله المراحل دياليو كاملين. هنا مجموعة من المعلومات. هنا عندي الايميل. نعاود نكورنفيرمي الايميل. عندي الاسم الشخصي ديالي. مهم هاد المعلومات كاملة. هنا نحاول. هدي نكتبوه للعنوان. واسمته عنوان البريد الالكتروني. وهنا عندي هو الاسم ديالي القناة. وهنا بانني عنصر واحد. وما غادي نخلص عليه تشعجها هو سفر دولار. مهم. غادي نحاول انني نكتبو الاسم ديالي. بعد ما كتبت الاسم اصدقاء. غادي نعاود اصدقاء نكونفيرمي هنا يا. يعني غادي ندلو اعادة مرة تانية. من بعد غادي ندوز للمرحلة التانية اللي هي البلد. اختيار البلد. يجب لك يرجى العلم بان الاسم الاول والاخير للمستلم يجب ان يتوافقها مع الاسم القانوني لصنان المحتوى. بعد ما كنختار البلد المغرب. وكندل الاسم ديالي الحقيقي. والاسم العائلي ديالي. هنا الاسم الاول. يعني كنختاره الاسم الشخصي ديالي. الاسم الاسم الشخصي. الاسم هنا عندي اسم العائلة. والشركة اختياري. يعني اللي فيها نجمة ملزم عليا انني انعمرها. اللي ما فيهاش نجمة ملزم عليا انني انعمرها. بعد هنا كيبلكم الشركة ما فيهاش نجمة اختياري. هنا عنوان الشارع. بالنسبة للعنوان الشارع اصدقاء. يمكنني انني ندير العنوان ديال السكن رقم الدار رقم الحومة. رضي نعمروا هذه المعلومات هذه. مهم. انا كنحاول ما امكان انني نزرب في هذا المراحل هذه. وكندير رقم الدار رقم الشارع ما قدنيش في الخانة الاولى. كنزيد الخانة التانية. وبعد منها كندير المدينة. الى اعطاني حيث ما عطيني خمسة وثلاثين حرف. ما اعطانيش كنكمل في الخطوة التانية. كندير المدينة. وبعد منها مباشرة كندير الولاية اولى المقاطعة. بحيث عليها في جوجل الى ما عرفتيش. كندير المقاطعة اللي انت كتسكن فيها. وبعد منها كندير رقم الهاتف. كنت اكده اصدقاء من هاد المعلومات كاملة من الالف الى الياء. ضروري مراجعة المعلومات. راه الاخطأت في حاجة راه ما عنديش حق انني نولي نصلح شي حاجة. من بعد اصدقاء ما اكتبت اه الولاية اولى المقاطعة. الحساب الدولة كل دولة كان لعدى الولاية كان لعدى مقاطعة. وبعد منها كندير رقم الهاتف. وبعد منها اصدقاء تندير الرمز البريدي. كل واحد الى ما عرفتش الرمز البريدي. الدين اللي مدينة ديالك. كتحاول ان كتبشي تبحث عليه في جوجل. اه ومن بعدها اصدقاء تنديروا رقم الهاتف. بعد منها مباشرة اصدقاء تنكلك على التالي وهنا عندي الموافقات. يوجد بمجرد تقديم طلبك. تأكد رد بالك مزيان. وهنا يا صافي تعطيك هال اسم ديالك. طريقة الدفع. انا نحاول نكاشر المعلومات لانها معلومات يعني ما يمكناش نبينوها. وفي الاخرة اصدقاء يعني فقط انني كن راجع المعلومات كنتأكد منها. كن راجع الايميل ديالي. كن راجع الرقم الهاتف ديالي. كن راجع المعلومات كاملة الحي. وفي كل شيء وفي الاخير كن هبط كن كليكي على ارسال المعلومات او لا تنفيذ الطلب او لا الطلبية. هنا من بعد ما كن كليكي على الطلب تقولك شكرا على تقديم الطلب. هنا اصدقائتي يقولك سنرسل اليك رسالة عبر البريد الالكتروني تحتوي على بيانات الطلب. بمجرد شحن طلبك ستصلك تأكيد الشحن يحتوي على معلومات التتبع. ان لم تتلقى رسالة تأكيد الالكتروني خاصة بك في غضوني خمس دقائق. فيورج التحق من مجلدات البريد العشوائي. خمسة دقائق اصدقائي اذا ما واش تطلعتك الشرسالة ديال التأكيد غادي تتقلب في الايميل ديالك في البريد العشوائي غادي تلقاها. الرسالة اصدقائك تجي على هذا الشكل. الرسالة ديال التأكيد. وكتجلس كتسنى شحن ديال الوقت باش انك غادي ايجيك اه داك الكود ديال تتبعتك. وهي الرسالة ديال التأكيد اصدقائي استعد لجائزتك الفضية. يتم الان تلميع جائزتك وتخصيصها ستصلك رسالة عبر البريد الالكتروني من شركة الشحن عند قيامها بالشحن لذلك ترقب وصول شحنتك ينبغي ان تصلك خلال الجوج الى ثلاث اسابيع. من بعد اصدقائي ما درت تقديم الطلب دازت عشرة ايام تقريبا عشرة او تتبع. كنت ديال تتبع اصدقائي. عن طريق واحد التطبيق اللي غادي نشرحو ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن رحيم. كيفاش انكم عن طريق ديال الرسالة ديال تأكيد. لي كتجيك. ومن بعدها ما كنت دخلا في واحد التطبيق الخاص بالشركة المكلفة بالشحن. وكتبع اه الدرع ديالك. وكتبع عقا عارفو في الوصل هاش من مدينة هاش من مدينة. والنهار اللي غادي تشبر الدرع ديالك. معه حاولنا اصدقاء ان عديد من المعلومات في فيديو قادم غادي نعطيوكم الطريقة تانية الي ما وصلتك شهاد الرسالة الي كتطلب بها البن كود يعني كيما اكتالكم الطريقة هي نشرحنا لك توصلك الرسالة عادي كينا بعض القانوات مكتوصلن مش هادي الرسالة لاworker شارحوا لكم هذة الطريقة ان شاء الله رحمه رحيم شكرا لم yo旅نا لا saw you. شكرا لمن وضع على كل فيديو والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله